رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ما الذي يحمله الجنرال الهندي أبهي جيت جوها لتحريك الجمود المستمر منذ أكثر من عشرة أشهر لاتفاق الحديدة الذي تحول إلى مجرد هدنة هشة لا تحترمها الأطراف رئيسان سابقان لهذه البعثة غادر منصبيهما دون نتائج حاسمة وها هو المبعوث الأممي إلى لما مارتن غريفث يقدم الجنرال جوها رئيسا جديدا للبعثة الأممية في الحديدة ليبدأ هذا الأخير مهمة بالغة الصعوبة من الرياض من بين أنشطته اللافتة في العاصم السعودية لقاءه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الذي بحث معه المستجدات على الساحة اليمنية والجهود القائمة حيالها الجنرال جوها التقى أيضا وكيل وزارة الخارجية اليمني للشؤون السياسية منصور بجاش الذي طالبه بحسب موضوعي القوات المحلية والسلطة المحلية المخولتين بإدارة موانئ ومدينة الحديدة وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية بما يضمن منع استغلال الحوثيين لمدينة الحديدة وموانئها في تهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها وخلال لقاء الله مع رئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة برئاسة اللواء الرقب محمد عيظة وقف المسؤول الدولي على التعقيدات الميدانية التي تنتظر مهمته القادمة والتي حالت دون نجاح سلافيه في التوصل إلى التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة الفريق الحكومي أكد ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق السويد والخروج من مدينة الحديدة وموانئها بشكل كامل كما شدد على ضرورة المباشرة بنشر فريق مراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع الفريق الأممي المكلف بذلك خلال عشرة أشهر من المهام التي باشر بتنفيذها الرئيسان السابقان لبعثات الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة نجحت اللجنة المشتركة في عقد ست اجتماعات فقط أسفرت عن انسحاب جزئي للحوثيين لم يقر به الطرف الحكومي كما أسفرت عن إنشاء وتشغيل مركز للعملية المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة لكن لا يعلم حتى الآن الدور الذي يقوم به المركز ومع بقاء كل هذه التعقيدات يرى مراقبون بأنه من غير المتوقع أن ينجح الجنرال الهندي في استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار وأنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار ناهيك عن نجاحه في تحقيق اختراق للملفات الأكثر تعقيدا وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية